السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في هذا الفيديو سنتحدث عن رأي المجلس علمي حول زكاة الفطر ومقدارها سواء كيلا أو نقدا لعام 1442 موافق ل2021 ميلادية جاء فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وبعد فمن المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل نهاية شهر رمضان من كل عام والأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوة أهل البلد يعني لا تخرج نقدا هذا هو الأصل فيها ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس وهو أربعة أمدات يعني أربعة أمدات بمد النبي صلى الله عليه وسلم ويعادلها اليوم إثنين كيلو جرام ونصف جد كيلو ونصف من الحبوب أو من الدقيق ويجوز إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام السنة فيها أنها تخرج يعني يوم العيد قبل الصلاة قبل الصلاة أو بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ويجوز أنك تخرجها قبل العيد بثلاثة أيام للضرورة وقد تم تحديد القيمة نقدا هذه السنة في مبلغ خمسة عشر درهم يعني من أراد أن يخرجها النقود يعني يخرج خمسة عشر درهم ثلاثمية دريال عن كل شخص فمن تطوع خيرا فهو خير الله وتقبل الله من المسلمين والمسلمات صيامهم وقيامهم وزكاتهم بفضله وكرمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته